شدد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين على ضرورة عدم إضاعة الوقت ووجوب التوصل سريعا إلى وقف الإطلاق النار في غزة وقال بلينكين في تصريح خلال مغادرته الدوحة عائدا إلى واشنطن إن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وقطر لضمان عدم تصعيد الصراعي بالمنطقة جولة شرق أوسطية سعى خلالها وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين لإقناع كل من إسرائيل وحركة حماس بالموافقة على خطة تسوية طرحتها واشنطن في ختام الجولة التاسعة له في المنطقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شدد بلينكين على ضرورة عدم إضاعة الوقت ووجوب التوصل سريعا إلى وقف لإطلاق النار في غزة نحن بحاجة إلى الوصول لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين علينا أن نفعل ذلك الآن الوقت يضاهمنا لأن النساء والأطفال والرجال في غزة يعانون كل يوم دون الحصول على الغذاء والدواء الكافي ويتعرضون لخطر الإصابة أو الموت في القتال الذي لم يبدأوه ولا يمكنهم إيقافه مع مروري كل يوم هناك خطر التصعيد في المنطقة وهو التصعيد الذي نعمل على منعه مع مصر وقطر منذ اليوم الأول للحرب في السابع من أكتوبر تصريحات بلينكين جاءت قبيل مغادرته المنطقة عائدا إلى واشنطن حاملا وجهة النظر الإسرائيلية الداعية لمواصلة القتال والإفراج عن المحتجزين في حين تتمسك حماس بتنفيذ الخطة التي أعلنها بايدن نهاية مايو وأقرها مجلس الأمن ودعت الوسطاء إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليها ووقف القتال نهائيا موقف إسرائيل المتعنت الذي تتماهى معه الإدارة الأمريكية دوما وتتجاوب مع كل شروطه الجديدة رغم قرار مجلس الأمن الدولية الذي وافق على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أطلقه في الثاني من يوليو الماضي يهدف إلى استمرار حرب الإبادة ضد القطاع المأزوم ليقف المجتمع الدولي شاهدا على تعنت لم تشهد البشرية من قبله ولم يستطح حتى إكبار سلطات الاحتلال على احترام أفسط قواعد القانون الدولي والإنسانية